السلام عليكم عليها في المحاضرات السابقة مجرد أنه ننقر على Run وننتظر إلى أن يتم استدعاء هذه المكتبات من أجل بدء العمل عليها طبعا الآن تم ظهر عندنا رقم واحد بمعنى أنه هذه السيل نفذت والآن تم استدعاء واستيرات هذه المكتبات وأصبحت جاهزة للعمل عليها إن شاء الله يعني وأيضا بعد ذلك يعني هذه فارزة من قوطة ثم SNS.setColorCodesTrue يعني بحيث أنه هنا رح تكون لدينا رسومات ملونة وأيضا أدك MPLToolKits.mplot3d هذا أيضا من أجل الرسومات الثلاثية لابعات ImportAccess3D ومات Plotlib مثل ما ذكرنا للرسم أيضا PLT ومات Plotlib.inline مثل ما ذكرنا المقدمة إلى Pre-Processing خوارزميات التعليم عادة يعني نحتاج أنه مثل ما ذكرنا في البداية أنه نقوم بعملية Data Visualization مشاهدة البيانات ونقوم أيضا بعملية Pre-Processing المعالجة الأولية من أجل اكتشاف بعض الأنماط المخفية بين البيانات أو توجهات البيانات باتجاه معين بعض الأحيان مثل ما ذكرنا البيانات اللي هي غير مهيكلة أو غير معمولة بشكل أو معايرة بشكل قياسي أو غير موضوعة في سكيال واحد قد تعطي نتائج أو التعليم الآلي مثل ما ذكرنا هي تفهم فقط الأرقام وبالتالي نحتاج أنه نقوم بتحويل النصوص والصور وغيرها من البيانات الأخرى إلى أرقام من أجل أنه نستطيع استخدامها وإدخالها في داخل يعني خوارزميات المachine learning عملية Pre-Processing بصورة عامة هي تشير إلى عملية Transformation اللي هي التحويل للبيانات من شكل إلى شكل آخر قبل تغذيتها إلى المachine learning يعني هذا الصور أيضا توضح لنا أنه راح يكون عندك تحويل الأول التحويل الثاني التحويل الثالث ربما عدة تحويلات على شكل pipeline على شكل يعني أمبوب أو عمليات أمبوبية متسلسلة واحدة بعد الأخرى وبعد ذلك تدخل على estimator أو machine learning algorithm واللي تعطينا الموديل أو النموذج النهائي أول نوع من أنواع يعني standardization أو normalization أو scaling هو ما يسمى بالstandard scalar المعيار القياسي المعيار القياسي يفترض بأن البيانات موزعة يعني بشكل طبيعي normally distributed يعني التوزيع الطبيعي أو التوزيع اللي هو يعني bulk curve على شكل كرة أو نصف كرة يعني وبحيث أنه كل واحدة من أثنين راح تمثل فتفيتر معينة فتخاصية من خصائص البيانات ويمكن أنه نقوم بعملية scaling لها ووضعها على معيار واحد من خلال يعني التوجه نحو center يعني بحيث أنه كلها تكون center مالتها عند الصفر والstandard deviation مالتها راح يكون هو عند الواحد شن اللي راح يصير أنه كل واحدة من قيم البيانات اللي موجودة في الفيترز راح نقوم بتعريضها إلى هذه المعادلة بحيث أنه أي قيمة من القيم بتكون ناقص معدل هذه القيم مقسومة على standard deviation أي قيمة من القيم موجودة في أي واحدة من العمدة يعني الخاصة بالفيترز يعني أو الخصائص الخاصة بالبيانات راح تكون نتيجتها الجديدة بعد أنه نقوم بعملية standard scaling هي أنه القيمة ناقصا المين المعدل الخاص بها يعني المعدل الخاص بقيم هذا العمود مقسوما على standard deviation الخاص بهذا العمود إذا كانت البيانات هي غير موزعة بشكل طبيعي يعني not normally distributed فهذا بالحقيقة لا يعتبر هو نوع جيد من أنواع standardization أو normalization أو scaling فبالتالي هنا نحتاج أنه نعرف من خلال data visualization نعمل نرسم أو مشاهد للبيانات قبل أن نقرر ما هي نوعية scaling التي سنقوم بإستخدامها الآن إذا قمنا بتوليد بيانات يعني موزعة بشكل طبيعي normally distributed رح نقول data frame df يساوينا pandas dot data frame ونبدأ العمود الأول هو عبارة عن numpy dot random dot normal random dot normal يعني هذا بععداد عشوائية موزعة بشكل normal distribution من 0 إلى 2 قيمتهم أو عدتهم 10,000 أيضا هنا نعدك مثلا X2 رح يكون أيضا numpy random normal distribution بهذا الشروط العمود الثالث رح يكون أيضا هو عبارة عن numpy dot random dot normal dot normal معناتها هو normal distribution الحقيقة يعني هذه البيانات التي تظهر أدنى هي موزعة بشكل طبيعي التي رح تكون على شكل bell curve يعني نصف كرة أو جرس مقلوب center مالتها رح يكون حول الصفر والstandard deviation إن الحرافات من هنا وهنا هي رح تكون حول الواحد فهذه عندما نقوم بتوليتها نقوم ننقر على الرن بعد ذلك عندما نقوم بمشاهدتها يعني نقل dataframe dot hit نشوف أنه أول قيم لها هذه مثلا 0.6 minus 0.2 0.05 0.01 1.1 هذه بها ثلاثة هذه بها سبعة مثلا هذه بها صالب ثمانية فقيم مختلفة يعني بسكيلات أو معايير مختلفة يعني ما بها فدمقياس واحد أو معيار واحد أيضا عندما نقوم برسمها نانا باستخدام هذه dataframe هو نفسه dot plot dot kde هذا من أجل رسم البيانات عندما نقوم بتنفيذ طبعا نلاحظ بأنه البيانات التي عدنى مثل ما توقعنا يعني بعضها هذه هنا مثلا موزع بهذا الشكل النوع الثاني موزع بهذا الشكل النوع الثالث موزع بهذا الشكل يعني X1 X2 X3 ف يعني ما موجودات على نفس المعيار بعضها مثلا تبدأ من سالب 20 إلى عشرة بعضها تبدأ مثلا من قيم هذه ليست صفرية مثلا من سالب 5 إلى 5 مثلا بعضها تبدأ مثلا من قيمة شقد هنا سالب 3 الى 15 فحتى نقدر نسوي لهن scaling هذا اللي هو standard scaling الشيء الوحيد اللي لازم نلاحظه انه بهذه الرسومات انه هي كلها normally distributed يعني كلها بالكيرف او يعني شكل جرس حتى نقدر نسوي لهن نوع يعني scaling راح نستدق ال standard scaler من مكتبة sklearn.preprocessing راح نستورد standard scaler ورح نقل له بانه standard scaler يعني كfunction هذه راح نقوم بتنفيذها بعد ذلك راح اقل له بانه data frame الاصلية ماتي او الجديدة يعني .tf اللي سويناها transformation راح تصير هي عبارة عن standard scaler هذا .fit transform of df يعني هنا راح نقوم نأخذ ال data frame الاصلية مالتنا نخضعها لهذه العملية اللي هي standard scaler .data fit transform هذه مجرد انه نقوم بتنفيذها بعد ذلك طبعا نستطيع انه هذه data frame هي عبارة عن pandas .dataframe لل data tf ونسمي الكولومات x1 و x2 و x3 هذه فقط يعني انه النتيجة اللي طلعت عندنا هنا ايضا رجعنا عرفنا على انه هي data frame فاجينا طبقنا هذا السطر واخيرا عندما جينا قمنا باعرضهن راح نلاحظ بانه كل القيم هي بالحقيقة تتراوح ما بين الصفر والواحد يعني او السالب واحد والواحد من جي نرسمهن طبعا راح نشوف بانه يعني قيمهن ايضا كلهن مثل ما توقعنا كلهن تدور حول نفس المحور يعني كلهن السنتر مالتهم قريب على الصفر والstandard deviation مالتهم هو عند الواحد يعني تقريبا يعني سبعين بالمئة او سبع وستين بالمئة من البيانات هي موجودة ما بين السالب واحد والواحد والبقية كلها هي موزعة normally distributed موزعة بشكل طبيعي حول نقطة الصفر يعني الان احنا نقدر نسميهن هذه standardized data يعني بيانات معايرة بشكل قياسي او normalized data بيانات تم يعني جعلها طبيعية الطريقة الثانية لعملية scaling اللي هيسموها mini max من max minimum يعني اقل قيمة وماكز امام اعلى قيمة طبعا هذه تعتبر واحدة من اكثر القيم او اكثر طرق normalization شيوعا طبعا هذه راح تكون هي بالحقيقة عبارة عن قيمة اي قيمة من القيم ناقصا اصغر قيمة في هذا العمود ناقصا اصغر قيمة في هذا العمود ناقصا اصغر قيمة في هذا العمود طبعا احنا نتحدث عن اعمدة يعني اللي هي الخصائص في كل واحد من الاعمدة راح نطبق كل هذه الاشياء طبعا هذه بالنهاية راح تحول ان القيم كلها ما بين قيمة الصفر والواحد وهنا راح تكون مناسبة جدا حتى اذا كانت البيانات هي غير موزعة بشكل يعني normally distributed بشكل طبيعي حتى اذا distribution is not suitable for standard scaler this scaler works out يعني هنانا الاشياء اذا كانت البيانات هي غير موزعة بهذا الشكل يعني على الشكل belt curve أو normally distributed فما نقدر نستخدم هذا النوع الاول اللي هو standard scaler فرح نقدر انه نستخدم النوع الثاني اللي هو minimum maximum scaler وطبعا هذا راح يكون هو sensitive to outliers مشكلته يعني هو ايجابيات ماتة انه هو ممتاز بالنسبة للبيانات التي هي غير موزعة بشكل طبيعي ولكنه سلبيات انه راح يكون حساس زدا الى القيم الشاذة اللي شفناها في المحاضرات السابقة شون قدرنا انه نتخلص منعتهم وشفنا انه شون اكوعدنا بعض انواع linear regression logistic regression اللي سميناها في وقتها robust هذه راح تكون هي مضادة او يعني حصينة ضد تأثير ال outliers او القيم الشاذة شون قدرنا نطبق هذا الشيء اللي هو minimax scaler ايضا هنا راح نقوم بانشاء فالdataframe معينة ولتكون هنا ما راح تكون هي يعني هذي هذه beta وهذه normal يعني عدة انواع من البيانات كل واحدة منعتهم positive secure negative secure no secure هذه كل واحدة منعتهم راح تكون متجهة باتجاه معين يعني كشكل البيانات هذه عندما نقوم بتنفيذه ونجي نشوف نشوف القيم ايضا انه 22 27 12 50 35 57 يعني قيم مباثرة بعضها صغيرة جدا كقيمة اثنين مثلا وبعضها كبيرة جدا كقيمة 57 فبالتالي هي ليست كلها على scale واحد ليست كلها على معيار واحد او مقياس واحد ونجي نرسم البيانات راح نشوف ايضا بالفعل مثل ما توقعنا هذه normally distributed خنقول هذه left secure وهذه right secure مثلا او يعني ما الى اليمين او ما الى اليسار حتى نقدر نسويهن كنهن standardized يعني معايرة بشكل قياسي حتى نقدر نتعامل وياهن كلهن بشكل طبيعي حتى نقدر كلهن نغذيهن الى خوارزميات المachine learning ونتأكد انه كل واحدة منتهم راح يكون لها دور متساوي ما راح تأقذ يعني حصة اكبر من حصتها او قيمة اكبر من قيمتها ايضا من يعني from sklearn.preprocessing import من maxscalar يعني هناك يسوينا import لstandard scalar ونلاحظ بانه دائما الحرف الاول capital standard scalar هذي يسمونه camel case يعني هنا قمنا باستيرات من maxscalar من capital max capital والscalar ايضا capital run بعد ذلك طبعا قلنا من max يسوينا من maxscalar يعني هذي قمنا باسنات هذي function اللي قمنا باستيراته الى هذا المتغير تسمينا من max وبعد ذلك ايضا ال data dot transform يعني البيانات التي تم تحويلها هي عبارة عن من max هذا dot fit transform بالضبط مثل هذا البيانات الاصلية هذه المحولة تسوينا standard scalar dot fit transform df هنا ايضا ايضا نفس الحالة قلنا بانه من max dot fit transform df وقمنا بالتنفيذ بعد ذلك قمنا باضافة اسماء العمدة x1 و x2 و x3 وعندما قمنا بعرضهن فلاحظنا بانه كل القيم هي ايضا بالفعل مثل ما ذكرنا هو ما بين الصفر والواحد يعني كل هن راح يسيرا standardized أو scaled يعني كل هن موجودات على مقياس واحد من ايجين رسمنا هن بالفعل شفنا بانه كل هن هن ما بين قيمة الصفر والواحد موزعة طبعا فعلا هن يعني ظلن هن يعني left secure right secure no secure يعني ما الى اليمين ما الى اليسار وغير ما الى ولكنه هن كل هن اصبحا ضمن نفس نفس المقياس ما بين الصفر والواحد فهذه راح تكون مفيدة جدا ايضا لتهيئة البيانات ومعالجتها كمعالجة اولية قبل ادخالها الى نموذج المشيل لرننج والديب لرننج اذا لم تكن موزعة بشكل نورمالي ديستربيوتيد طيب هذي مشكلتها في وقتها شقلنا قلنا بانه هي sensitive to outliers حساسة للحالات الشاذة او القيم الشاذة حتى نقدر نتخلص من مسألة يعني sensitivity الحساسية للقيم الشاذة نستخدم هذا النوع اللي هو يعني اذا كان لدينا بيانات فيها قيم شاذة كثيرة جدا فهنا راح نقدر نستخدم الروبوست سكيلر اللي هو يعني له رصانة او حصانة ضد القيم الشاذة هذا بالحقيقة اش راح يسوي راح يقول بانه قيمة كل متغير في اي واحد من الاعمدة راح تكون هي قيمة المتغير الاصلية ناقصا الفيرست كوارتايل يعني الربع الاول هذا قيمة معينة احصائية تب حسابها مقسومة على الثيرد كوارتايل ناقصا الفيرست كوارتايل الكوارتايل صحيح ايضا ايضا احنا شرحناها في وقتها في كورس الماشين ليرنينج في الاساسيات الخاصة بيعني الالجبرا والستاتيستيكس من اجل حساب هذه القيم قيم رياضية احنا بالحقيقة ما راح نحتاج انه نحسبهن لانه هنا موجودة فعلا مجرد انه نقوم باستدعاءها وتتم العملية يعني بشكل داخلي بسطر واحد فقط هنا ايضا قمنا بانتاج فتو يعني data frame باثنين اعمدة x1 و x2 هذا ايضا سميناها يعني numpy.concatinate هذه القيم كلها انطبقناها نسوية وهذه ايضا numpy.concatinate هذا بالحقيقة هو عبارة عن damage لاثنين قيم هذه normal distribution وهذه ايضا random normal distribution لكن بس يعني خنقول الاولى اللي هي القيمة الكبيرة هذه الالف قيمة راح تكون موجودة هنا في الوسط والثانية اللي هي فقط 25 قيمة هذين راح تكون القيم الشاذة يعني هذه هنا مجموعة من يعني x2 القيم الشاذة للx2 وهذه القيم الشاذة للx2 فهو هنا مجرد انه سوى لها numpy.concatinate جمعها اثنيناتهم القيم الاصلية زاعدا الoutliers بالحقيقة هنا لانه احنا قاعد نسوي يعني generation او توليد لهذه القيم بنفسنا فنحتاج انه نضيف الoutliers اما في الواقع الطبيعي فاكيد هي الoutliers هي تأتي لوحدها يعني موجودة في الطبيعة في السنسرات في اي مكان اخر فهنا ايضا نقوم بتنفيذ هذا الشيء بعد ذلك نقوم برسم البيانات راح نلأهض بانه البيانات ظهرت عدنا في هذا الشكل فعلا اكو عدنا قيم outliers قيم شاذة بعيدة عن normal distribution الموجود في الوسط هنا طبعا انا مود نقدر نرسم هنا يعني سوي يعني plt.scatter of dataframe.x1 dataframe.x2 انا مود نشوف يعني شون انه هذه القيم كلها هي هنا موجودة في هذا المكان الاغلبية وكوهنا عدنا هذان الoutliers القيم الصغيرة جدا اللي هي القيم الشاذة حتى نقدر نسوي عملية scaling ايضا من s-k-learn.preprocessing نقوم باستيراد الrobost scaler ونقوم باسناده الى هذا المتغير سمينا robust scaler ايضا البيانات المحولة طبعا هذي هنا مجرد انه ننقل هران البيانات التي قمنا بعملية transformation لها هي عبارة عن robot scaler.fit transform للdf بعد ذلك ايضا ال dataframe سونا pandas.dataframe of data transformed للcolumns x1 و x2 نعطيه هنا اسماء الcolumns ثم نقوم برسمهم مرة اخرى فهنا راح نلاحظ بانه اثنين اجن صارا standardised في الوسط وحتى اذا كانت لدينا قيم يعني outliers بالحقيقة هو سواء لكنهم standardisation في الوسط بدون التأثر بالoutliers ولذلك اسمنا robust عند رصانة او حصانة ضد القيم الشاذة فهذا ايضا تعتبر طريقة اخرى من طرق normalisation بصورة عامة ايضا قعدنا في الطريقة اخرى المحاضرات القادمة نحن تلاحظون انه نحاول انه نخلي المحاضرات قصيرة حتى ما يكون هناك ملل في متابعتها وان شاء الله كلها دمئتنا راح تركز على موضوع معين تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة